نهارده واخبارنا نهارده بتقول ان مجلس داردال الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كلف كابتن جوهر نبيل برئاسة البطولة الافريقية لكرة السلة لكرة السلة اللي هتقام ان شاء الله الشهر القادم من ايام تمانية وتسعة وعشرة الفرقة توصل ستة يوم سبعة يعملوا الاجتماع الفني تمانية تسعة عشرة يكون معانا المباريات الاهلي معايا الفريل الانجولي والموزنبيقي وبطل رواندا ده بالنسبة لأول خبر النهارده تاني خبر معانا تكليف مجلس ادارة الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بالدكتور مهند مجدي والدكتور محمد صراج بالبطولة الافريقية لكرة الطائرة سيدات ورجال البطولة الاولى اسنده مهمة البطولة الاولى هتكون هتنظم من يوم 14 ل26 ودي بطولة افريقيا لكرة الطائرة سيدات والاخرى من 30 لـ 30 مارس لـ 11 ابريل والاهلي ان شاء الله هيوقع وعقود رسميا يوم 24 يناير في النادي الاهلي دايما الاهلي معودنا ببطولات وازاي بيقدر يعمل بطولات نجحة جدا 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 كل قملاتنا طيبة ان شاء الله بإذن الله للتنظيم في النادي الاهلي بالنجاح والتوفيق وفوز الفرق المشاركة ان شاء الله بإذن الله في المطولات المختلفة وهو ده اللي عهدناه على كل فرقنا في النادي الاهلي هنروح لخبر عن منتخب اليد والبجر هي المحطة الاساسية لصعود منتخب اليد الى الدور التاني في مباراة مهمة بكرة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة بين مصر والمجر في كرة اليد في كاس العالم اللي بيقام في ألمانيا والدنمارك المباراة مهمة جدا جدا للمتخب المصري اللي عابين هناك عملوا قاعدة جلسة مع بعضيهم وتعهدوا ان هم ان شاء الله يعدوا بالمباراة لارضاء واسعاد الشعب المصري عم حطة مهمة جدا للمنتخب اليد بعد الخسارة من قطر والخسارة من السويد لكن مباراة الحمد لله منتخب يد قدر يعدي المباراة الارجنتين ويفوز عليه بـ 22-20 منتخب اليد بيضم السبع لعبين في صفوفه من النادي الاهلي عصامة طيار حارس المرمى اللي أتقلق تماما في مباراة الارجنتين مباراة وقدر يصدع الفارق بنشكري شكرا جزيلا لانه هو فعلا يستاهل كل ده وهو بصراحة من وجهة نظري كان رجل اللقاء الأول اسلام حسن إبراهيم المصري أحمد خاري وعمر الوكيل عبد الرحمن فيصل وعمر حجاج مايك روفيتش قدر يفني النادي الاهلي لكرة اليد بدأ يرفع الأحمال التدريبية خلاص الدوري كمان ثلاث أسابيع الفرق المنتخب المصري قداموا تقريبا أسبوع عشر تيامي رجعوا من بطولة العالم لكن النادي الاهلي عنده البطولة الأهم بالنسبة لجامهير النادي الاهلي في الدوري العام بداية الدوري المحترفين مرة تانية هرجعوا على طول يوم سبعة اتنين لسه النادي الاهلي عنده بطولات كتيرة جدا دوري المحترفين كاس مصر السوبر الأفريقي مع نادي الزمالك وبطولة أفريقيا إن شاء الله في شهر أربعة أو خمسة الاهلي بيضم هنا تم اللاعبين بزيادة سبع لعبين في منتخب مصر ويوسف معرف في نادي في عفوا في منتخب تونس اتحاد العربي لكرة الطائرة يحدد معيد البطولة العربية في أيام اتحاد العربي قدر يحدد مطشاط النادي الاهلي خلاص سبعة وعشرين عفوا وتمانية وعشرين وتسعة وعشرين ناير القادم البطولة هتقام في استاد قاهرة بطولة العربية لكرة الطائرة سيدات النادي الاهلي إن شاء الله هو حامل اللقب يقدر يفوز باللقب المباراة بتكون صعبة جدا جدا وفيه أبرز منفسي نادي السفاقسي التونسي اللي يدري النادي الاهلي يقدر يكسبه فيه آخر آخر بطولة بإذن الله الأهلي يهزم القناة لدوري كرة الطائرة رجال الحمد لله فريد النادي الاهلي إن بارح إدري فوز ثلاثة صفرة على نادي قناة السويس كانت بوراة قوية جدا بين نادي الاهلي ونادي قناة السويس لكن نادي الاهلي يقدر يعد المباراة على طول خمسة وعشرين ترتاشر وخمسة وعشرين ستاشر وخمسة وعشرين اتن وعشرين